الكابت بيحتوي على خمس أربطة واللي هم عبارة عن طباطين من غشاء البروتينيوم معادة آخر رباطين واللي هنتكلم عنهم عبارة عن بقايا جنينية واللي بيثبتوا الكابت في مكانه ويوصلوه بالحجاب الحاجز وجدار البطن الأمامي أول الأربطة اللي هنتكلم عنها هي الكوروناري ليجامنت والكوروناري ليجامنت عبارة عن طباطين وهم السوبيريور كوروناري ليجامنت والإنفيريور كوروناري ليجامنت واللي بيوصلوا الكابت بالحجاب الحاجز ده غير انهم بيكونوا حدود منطقة الpeer area of salifer بعد كده فيه triangular ligament واللي بتقسم لرأي triangular ligament وlift triangular ligament وهم عبارة عن امتدادات من el coronary ligament وبيوصلوا الكابت بالحجاب الحاجز والlift triangular ligament بيكون متصل مع الرباط اللي بعد كده وهو الفلسي فورم ligament واللي بيوصل الكابت بالحجاب الحاجز وجدار البطن الامامي وبيكون خط بيقسم الكابت تشريحيا لفص ايمن وفص ايصر وفي نهاية الفلسي فورم ligament بيكون فيه حفة او جزء حر بيتصل بالرباط الرابع وهو ال round ligament او ligamentum tears والround ligament تكوينه مش زي باقي الاربطة ولكنه عبارة عن بقايا لوريد جنيني اسمه lift fetus ambilical vein والround ligament بيوصل الكابت بسرة البطن ده غير انه بيقسم الفص الايصر لميديال سيجمنت ولاترال سيجمنت الرباط الخامس والاخير هو ligamentum venosem والligamentum venosem عبارة عن الياف بقية من القناة الوردية للدورة الدموية الخاصة بالجنين وبيبصل بين lift loop of the liver والcoded loop of the liver ده غير انه بيوصل lift branch of the portal vein بالinferior vena cava اشتركوا في القناة